هنروح مع حضراتكم دلوقتي سريعا لموجز التاسعة صباحا أهم وآخر الأخبار مع هالة الحملاء وتفضل يا هالة شكرا محمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت برينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد الرئيسان تطلعهما للارتقاء بكافة مجالات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتصق ومصالح البلدين الشقيقين وحرصهما على الحفاظ على النمط الحالي من التنسيق وأشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلا أن الاتصال تناول عددا من الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية حيث ناقش الرئيسان سبل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة وشدد الرئيسان على أن التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية الشقيقة يعد عاملا أساسيا لدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لجميع شعوب القارة حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور المكسف خلال الفترة القادمة بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة اليوم عن دور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقري في ضوء رئاسة مصر للوكالة ضمن فعاليات الدورة السادسة للاجتماع الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثل المنظمات الأفريقية وعلى هامش زيارته لغانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي التقى مدبولي سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكي ليميني وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية مشيرا إلى الدور المأمول الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتفاقية بصدد تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية والتي تزيد من تصاعد حتة التوتر الحالي على كافة الجبهات وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة ودعت كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية مطالبة كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاطلاع بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي وأعادت مصر التأكيد على موقفها الراسخي والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق إلى القطاع أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه لسيادة أراضي البلاد في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعرف الدولية وحملت الحكومة اليمنية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراتها الجوية بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها قوات الحوثي بهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخر إسرى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم لبريج واستقطاع غزة وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن من بين الشهداء نساء وأطفال هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العضوان الإسرائيلي على غزة إلى 38919 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 89622 مصابا فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم اختتمت ورشة العمل التعريفية الأولى للمحافظين ونوابهم وذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض خلال الجلسة الختامية للورشة أن الجميع سيعمل كفريق عمل واحد وسيكون هناك تواصل على مدار اليوم لمتابعة الملفات الخدمية التي تهم المواطنين ومعدلات إنجاز العديد من المشروعات والموضوعات الحيوية التي وجه الرئيس السيسي بإنجازها وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الجميع يعمل لتحقيق هدف رئيسي وهو خدمة المواطن تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انطلقت النسخة الثالثة من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة تحت شعار بناء الإنسان وأكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن المنتدى يعد إحدى آليات بناء الوعي لدى الشباب وإبراز دورهم وجودهم والمسؤولية المجتمعية لديهم وتنمية مهارتهم للوصول بهم إلى الجمهورية الجديدة والتأكيد على الطفرة الواسعة والتنمية المستدامة التي تشهدها مصر مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي ببرنامج عمل الحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل